هناك تحذيرات وتلميحات من الطرف الأوكراني لاستهداف جسر شبه جزيرة القرن الذي يربط روسيا بهذه الجزيرة المساعدة عليها من قبل القوات الروسية منذ عام 2014 إذن مشاهدين قالت القوات الأوكرانية وهنا المسلحة قالت إن من الضروري الإسراع في تدمير جسر القرن الذي يربط بين شبه جزيرة القرن والأراضي الروسية نظرا لأهميتها الاستراتيجية لموسكو في حين بدأ الجيش الروسي كما ذكرنا الاستهداف لمناطق في الجنوب الأوكراني وأيضا ذكرت القوات الأوكرانية ذكرت أن ضرب جسر القرن سيؤدي إلى تعطيل الخدمات اللوجستية للجيش الروسي في منطقة الجنوب الأوكرانية برمتها بما فيها الأسطول الروسي في البحر الأسود ماذا عن هذا الشأن هل تعتقد بأن الطرف الأوكراني سيلجأ إلى تدمير هذا الجسر الذي بناه الرئيس بوتن في عام 2018 هذا قرار عسكري صعب جدا هذا القرار طبعا إذا ما تم اتخاذه هو تدمير الجسر الذي أسس في عام 2018 أو دشرين في 2018 أتوقع هنا ستنقل بالموازين بالكامل يعني سيكون كسر آخر لروسيا كما تم كسر روسيا في تدمير الطراد موسكاف عسكريا كيف يمكن هنا نفهم أهمية هذا الجسر بالنسبة للجانب الروسي هذا هو عبارة عن الشريان النابض إلى القلب الروسي هذا الجسر طبعا يعني عبارة عن سلط وصل وحلقات تواصل بين القوات الموجودة في العمق وبين القوات المقاتلة على الجبهات إذا قامت القوات الأوكرانية بتدمير هذا الجسر ستنقلب الموازين رأسنا العقب الروسي يقولون بأن الجسر القرم محمي بصواريق محمي بوساط دفاع جوي طبعا عندما تكون الفرصة الثانية للقوات الأوكرانية بخرق لهذه الوساط لا شك بأنها ستقوم بتدمير طبعا وقطع يعني أوصال هذا الجسر وهنا ستكون طامة كبرى في الواقع ربما ستكون هناك يعني إبادة من قبل الروس لأن الروس طبعا الضربة الأولى يعني استوعبوه وامتصوها ضربة الطراد أما هذه الضربة طبعا ستكون يعني سحق سحق للعظم الروسي لكن هل تفعلها القوات الأوكرانية؟ ربما ربما تكون كما ذكرت يعني مدمرة وقطع شريان نابض للروسيا في هذه الجزيرة بالتأكيد عندما يتم اتخاذ هذا القرار سيتم طبعا اتخاذ احتياطات كبيرة جدا من قبل الأوكران بأنهم قاموا بعمل هذا العمل هو يعني ثاني أكبر عملية أوكرانية على الروس اشتركوا في القناة